مرحبا أعزائي ومتابعي قناة برلين بعيون العربية نزل عندنا تحديث جديد تطبيق واتساب تحديث بميزات كثيرة التحديث برقم 22 اسباط 1777 قبل ما أبدأ شرح الطريقة الصحيحة للتحديث لا تنسوا تدعمون قناة برلين بعيون العربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شديد من أنت حتى نحدث بصورة صحيحة وناخذ كل الميزات اللي موجودة بالتحديث لازم نتحدث بالطريقة اللي أنا أشرحها لكم خلوني أدخل أعلمكم كيف رح نحدث بصورة صحيحة والميزات اللي جتنا على هذا التحديث حتى نحدث حسابنا بصورة صحيحة رح نروح بداية على الابل ستور ندخل هنا بالأعلى وننزل الشاشة إلى الأسفل رح تنزل التحديثات النازلة نزل عندنا أيضا تيك توك وتحديث الواتساب حتى نشاهد المكتوب رح ندخل هنا كاتبين هنا نقل البيانات صار أسهل من الأندرويد إلى الآيفون يعني إذا سيم كارت ما لتك شلتها وفتحت الخط في جهاز آيفون من الأندرويد هتنقل كل البيانات التشات اللي موجودة فهذا جدا سهل كاتبين أيضا الغروبات زاد إلى مستخدمي إلى 512 وأيضا نقل البيانات صار 2 جيجا بس كاتبين هذه بالمستقبل القريب وأيضا إصلاح الأخطاء وتحسين المظهر طبعا قبل فترة زيدوها إلى 2 جيجا برجعوا لغوها فإن شاء الله هالمرة رح يكون البقاء مالتهم أنه ما يرجعون لغوها الآن حتى نحدث بصورة صحيحة وهذا التحديث 22 1777 تحديث 116 يعني مو كلش كبير فحتى نحدث بصورة صحيحة رح نروح على الإعدادات ننزل على عام ننزل على تحديث البرنامج نتأكد ما في عندنا آخر تحديث محدث طبعا ما في عندنا تحديث جديد بعد رح نروح على مساحة التخزين وهنا عندي 80 جيجا من 128 يعني بحدود 48 جيجا عندي مساحة غير مستخدمة وراها رح ننزل على هنا الواتساب الواتساب 1 جيجا فهنا المستندات والبيانات وحجم التطبيق إذا عبرت المستندات والبيانات 1 جيجا طبعا الأفضل حذف التطبيق وترجعوه رح بعض الأشياء رح تنحذف من عندكم لأنه ما موجود خزن كامل فقط لواحد أو واحد ونصف جيجا فهذا اللي حبيت أقولكم إياه لأنه أكثر من الثين جيجا واحد جيجا وشويه رح يبدأ يصير عندكم مشاكل وخربطة في التطبيق فأني ما عندي عابر الواحد جيجا الواتساب يعني مو كثير فأروح أحدث هنا أدخل هنا بالأعلى بس بالأعلى على تحديث وراح يتحدث حتى أنتظر إلى أن يكمل التحديث دخلت على حسابي حسابي ممتاز ما في عندي أي مشكلة فقط حبيت أضيف أنه تدخل على الخيار الثاني الأجهزة المرتبطة لو شاهدت أنه أي جهاز ثاني مرتبط ويا حسابك معناته فيه شخص داخل أي يتجسس على حسابك فالأفضل تعمل تسجيل خروج هذا الحبيت تشرح لكم إياه هذه نقطة جدا مهمة احذروا أنه تنطون هاتفكم لأي شخص أو أنه تجيكم رسالة مثلا دخل الكود أرسلنا الكود هذا حاولوا أنه لا تجاومون هكذا رسائل إلا إذا أنتوا كنتوا داخل تطبيق واتساب وطلبتوا الكود أو تليجرام أو أي تطبيق ثاني أتمنى استفاديتهم من الفيديو ماتتي لا تنسون دعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك وتفعلون زر اللي شعارات حتى يوصلكم كل شيء من عندي معت حياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسالة أنا حاضر شكرا للجميع مع ألف سلام حساباتي راح تكون في نهاية اليوم ما أنهي الفيديو حبيت فقط تشاهدون هذا الفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف واحد من اثنين من النصب التذكارية اللي عملتها روسيا اللي كانت محتلة ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وراح تشاهدون كثير معلومات عنها إن شاء الله فاتشاهدون خصوصا نهاية الفيديو كلش حلوة المناظر كلش حلوة صدقوني كأنها أنا وصفتها كأنها مكان من الجنة يعني بدون تشابه كلش حلو هذا الفيديو أتمنى تشاهدوه ولا تنسوا ان تدعموني بلايك واشتراك وشكرا للجميع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة